رمونتادة الأهلي تقضي على أحلام مودرن سبورت بأدفين مقابل هدف واحد النادي الأهلي يحقق الفوز الرابع عشر على التوالي ويقترب من مكان الطبيعي على القمة كابتن شريف ألف مبروك فوز مستحق النادي الأهلي ألف مبروك طبعا الحمد لله طبعا فوصا يعني راهينا أن لو الأهلي عاد وعمل رمونتادة في الشوت الأول إن شاء الله ستكون عنده فرصة ببيرة جدا في الشوت الثاني نتكون زمام الأمور كلها في إيده وده اللي حصل ووضح برضه على فرقة فيوتشر اللي أنا بقدم لها كل التحية الحقيقة وكابتن طلعت يوسف النهاردة لعبت جيم كبير قوي هيا لا ما كانش ليك فرص كتير ولكن كان عندك حالة وجود في الملعب كبيرة وسريعة واللعيب عندها ثقة في نفسها وعندها رغبة إنها تكون لها كلمة في المباراة وكان لها كلمة الحقيقة ولكن نادي الأهلي بالتحكم والاستحواز والتغييرات الحقيقة كمان عملت فارق كبير جدا حيانا اللعيبة كلها بتدي في مواتش زي ده فيه جري وفيه فر وفيه يعني بيقولوا إيه فيه لغبطة في الخطوط يعني طريقة اللعب كمان خلت النادي الأهلي النهاردة بيحاول في كل دقيقة أو في كل ثانية يستجمع القوة كلها وعشان ينتص أي حالة بدنية بتبقى موجودة في فرقة مودن لعيبة كويسة جدا عندهم قوة بدنية بتحاول تشاركك في المباراة وكان لها ولكن أنا ما حسيتش بهجوم يعني بحاجة غير اللي راحت على على الشناوي أعتقد الشناوي ما شفهاش يعني وهي رايحة يعني حتى لفت من رجل الراجل في آخر المرمى ده ما يمنعش إن هو برضو يعني كان المفروض يكون واقف في نص الجول أحسن من جدا إنما استفادة كبيرة جدا أولا السلاسطيقات اللي خدناهم دول أنا مش عايز أعاطع خدت بالك المباراة دي بالنسبة لي أنا على الأقل نص الرحلة المباراة دي مش أنا النهاردة موقفي كام ولا الفوزة 14 على التوالي لأ أنا المباراة دي ورجوعي فيها ووجودي فيها وضيعت أهداف كتير في الشوط التاني كمان دي كلها بنسبة لنا عشان أبتكلم عن المباراة الجاية دي أقوى بكتير قوي من المباراة اللي فاتت نحنا كنا باللعبة دول اللعبة عندهم خلوك عندك أكتر تركيزا في الملعب أسلوب لعبهم وانتشارهم وجريهم ودريبلر بتاحهم وكل حاجة خلوهم أكبروك أنك أنت تحترمهم وتحترم الملعب وتطلع كل الروح برضو اللي أنت عندك وتطلع كل الفنيات اللي عندك وتطلع كل الانطلاقات اللي عندك وتحاول بشتى الطرق أن أنت تزور المرمة ومن الضربة الفاكر إحنا كنا نكلم عن ضربات السابتة ضربات السابتة كان لها كرتين ضربات السابتة كرتين كرة من أولا فتايم من إمامه بيرسي وبيرسي كل الناس مشغولة بمحمد عبد المنعم وقدر بيرسي يسرق في خط الستة ويسأل عن الهدف ده كل فرقة مدن بالحارس بكل فهنتكلم كتير وعندنا وقت نصنف ونقول ونشوف مين الناس النهاردة اللي كانت على قدم النصاق وعندها روح بتجري في كل المكان اعتقد اللاعبتنا كلها النهاردة ما حدش بخس بمجهود رغم الضغوط اللي هي 48 ساعة كل 48 ساعة مطش دي يعني أنا نشان يشوف لعبتي بالحالة البدنية اللي أنا شوفتها النهاردة دي حقيقة بنا نكون فوقهم واشكرهم شكركم على الفوز الجميل ده وكل مكتهد النصيب ومع بعض لسه الرحلة مع بعض بإذن الله بإذن الله